اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شهفته قليل اول ما تغير لونه رفعته من النار طبعا هي نزلت شوية لي ماء سوائل لاني اني قد سكبته كان في بو قليل ماء يعني عادي رفعت النار وخليت الماء يعني انشاف شوية شوفوا اذا احتاج زيت ضوفوا زيت اني محتاج زيت خلاص نزلت بالبصل على طول الان لازم كده حمص البصل لما يدبل ويتغير لونه وياخد كل الطعم حق الربيان الان هذا كل الطعم اللي نزلو الربيان يعني بالطعم في بو البصل لازم شوفوا الان تشويح على نار هادئة لا ترفعوش النار عشان محرقش معاكم النار هادئة وتبدأوا تشوحوا البصل خلاص قلبت البصل واخد اللون تمام وكده تشوفوا البصل كده تكرمل طبعا لو تشوموا الريحة كأنه ما شاء الله كأنه الربيان موجود لانه شوفوا الربيان او القنبري او الجنجا ريحته دايما قوية طاغية تكون مزي الاسماك البقية فهمتوا كيف فهو طعمه حاد يكون بعد كده ضفت ملعقة كبيرة من الصلصة تماما حمصة تماما الان احتاج حمص قلتركوا من النار هادئة حمصوا الصلصة عشان تروحوا حموطة واضيف كمان بسباس عدني ملعقة كبيرة من البسباس العدني او الفلفل العدني موجود تشوفوا الفلفل العدني بالاسواق مشهور مشهور في كل مكان واضيف شوية ماء عشان اخد كل النكهات وحناها من اول فهذا كله الان النكهات هذه كله متقمعة شوفوا الطعم هنا الان شوفوا حتى المطفاية لوني غامق لان قلتنا نشوحه تماما الان بضيف عصير طماطم حبتين طماطم عصرتهم واضفتهم للكشنة وابدأ كمان اخليه تتسبك تماما الان تعالوا نضيف الاشياء الحارة اللي هي تشتو فلفل تضوفوا عروق فلفل تخلونا يلهب اني صراحة بقولكم حاجة لانه اخي مياكلش الحار كتير قبت عرق فلفل وشرخته شرخة بسيطة يعني فتحة بسيطة واضفته والان كمان بضيف الفصوص الثوم ليش ضفت الان الثوم لاني اني احبه انه الثوم يظهر يعني يكون قوي طعمه فضفته اخر حاجة فاهمتوا اضفته يعني بالاخير عشان ايش ينطعم حذته واضفت ملح طبعا ابدأوا اول شي بنص ملعقة ملح بعدين بالتدريج اذا حسيتوا انه ناقص ملح ضوفوش رشة لكن انكم تضوفوا ملعقة صغيرة ممكن يكون كتير عليكم الان بغطي وخليه يتسبك كده خمس دقائق بعد خمس دقائق كده عشر دقائق كده حسيت ان الكشنة تسبكت بارقع اضيف كزبرة خضرة وارقع رقع الربيان اللي اول شي حمصناه شفتوا كيف ارقع اضيفه وخليه كده معه البهارات اضفت عليه ملعقة صغيرة من الكاري وملعقة صغيرة كمان من الفلفل الاسود او نصم العقف كاري ونصم العقف الفل الاسود زي ما تحبوا قوات البهارات في بو بس هذه البهارات اللي اضيفه وبقول لكم على سر الطعم مش هنا سر الطعم باخر الفيديو عشان تعملوا مطفاية لذيه ده مطفاية جنبري ايش ما فيش باحسن منه واضفت كمان ماء قليل ماء كده حق ربع كوب ماء والان بغطي كده خليه تسبك على نار هادئة لمدة من 7 دقايق الى 10 دقايق بالكتير لانه نحنا ما نشتيش القنبري يعني يكون معانا قوي او يرجع يعني يشد معانا اذا انطبخ كتير القنبري يرجع مش حلو 7 دقايق يكفي بعد 7 دقايق فتحت عليه على نار هادئة خليته كل شي متسبك وهذه السر عصرة الليمون اخر حاجة تفتحوا عليه وتضوفوا عصرة الليمون ايش توديهو مش طعم توديهو لما التواهي يلا ان شاء الله ننزل عدن ونروع التواهي خلاص وهذه مطفاية الجنبري او مطفاية الجنجا قاهزة رشة كزبرة واذا تحبو شبات تحطولا حطولا شبات اللي هو السوة يا السلام قنبري رز ابيض وكرات وبقل وقرقير وسووا هاد الحاجات كلها يا السلام واحلاء يعني هذا ما فيش داعي انكم تقدموا قنبري اي حاجة ثانية يعني قوعة او نسجلكم فيديو قوعة والله طيب خلوني اقول لكم معلومة معلومة جدا مفيدة ان استفت منها يعني ان كلموني اها انه متى يكون الجنبري حلو الجنبري يكون حلو في اي شهور الشهور اللي تنتهي بحرف الرأ يعني ديسمبر اكتوبر يناير فهمتوا كيف زي كده هذه الاشهور اللي تبدأ بحرف الرأ لنهاية حرف الرأ هي اللي يكون الربيان او الجنبري يكون في بحلو يعني الان اني اخذته في اكتوبر يعني حلو الربيان يكون يطلع الربيان ويكون يعني افضل من مارس وافضل من ابريل وافضل من الشهور مايو يعني اليناير وديسمبر اكتوبر هذي الشهور تكون اللي نهايته حرف الرأ تكون في بحلو يعني حلو يكون وطعمه لديد هذه معلومة قلوا ليها وانتم قلوا لي هل هذه معلومة صحيحة او لا يعني في له شهور معينة فعلا او يعني في اي الاوقات وقت ميكون متوفر في السوق فانتم اكتبوا لي هذي المعلومة صحيحة او لا وقالوا نحن يعني نتبادل الخبرات مع بعض نتبادل يعني المعلومات اكيد في كتير منكم معا خبرة بالربيان اكيد وفي طرق كتير اكتبوا لي طرقكم كمان كيف تعملوا الربيان الان خلوني يكلمكم على هذا الحلاء التركي اللي اسمه كازنديب او كازي كازندايب او حاجة زي كده انا سميته غازي بندايب العدني المهم تعالوا قلوكم هذا الحلاء كل ما شوفوا يطلع لي بالتك توك يطلع لي في اليوتيوب يطلع لي قلت لازم اقربه طبعا قربته على طريقتي جدا لذيذ هو خليط اللي يحب تعرفوا تحبوا المهلبية والكريم كراميل كأنه خليط بين المهلبية والكريم كراميل طبعا اني اول واحد استعقلت عليه لفيته تكسر عليها لكن شوفوا التانين هذا ما خليتهم يبردوا التف معايا تمام يعني تلف معايا تمام هو من الصعب الصراحة السهل بس لازم تتابعوا يعني بعض الخطوات زي اني لفيته هو دافي لازم يبرد تماما بعين تلفوه زي ما لفيت اخر حبتين طبعا واحده لازم يبرد زيادة عشان نلتف بدون ما يتكسر هذا كان الفيديو بالعافية ليولوكم اذا عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنت سحلو منكم واذا حابين ننزل هذا الفيديو نصوره وننزله ونعمل ألد حلا تركي بأيادي عدنية ايش رأيكم اكتبولي في التعليقات ترجمة نانسي قنقر